كابتن عمر يمكن كلينا حوار مع بعض في النادي في أول موسيم فالس كنا عادين كده في الجنين اللي قدام الصلاة حقيقة حقيقة قلت لها يا كابتن أنا يعني السنة دي الموضوع صعب والفرق اللي بتنفسني قوية يعني قل لنا عن الحوار ده وإيه اللي ضربنا عرف الناس والله أنا عارف الجيل ده لأن أنا شاركت معاه من سنتين تعريبا كتمرت بزي يعني بالجيل ده ظروف صعبة جدا أخادوا الثالث منطقة كميرا وده ما حصلتش في النادي قبل كده طبعا عشان ظروف كورونا ما دخلوش جمهورية أنا سبتهم وطلعت 18 سنة فالمشكلة اللي أنت كسبت كل حاجة في ظهر في السنتين والجيل ده طلع لك فأنت مطالب لازم تكسب أنت كده كده كسبان كمال نتائجك متمرتبطة مع الدرجة الأولى بالزبط يعني الموضوع بشتنفسك بس سترس غير طبيعي طبعا البنات الصراحة يعني بأمانة اجتهدوا جدا كمية تدريبات كمية استحملوا عصابيتي معيني أنا مش عصبي بس أنت عارف يعني ولكن ضغط الشغل وضغط اللي أنت عايز تبقى أحسن مع فرقتك والحمد لله يعني إحنا قدرنا نسد الفجوات اللي هي كانت عندي اللي أنا أتكلمت معاك فيها لو تفتكر ودعمنا مفرت 16 سنة وكانت معنا بنت هيلة اسمها لوجي عمر فقدتنا بتلعب مركز ثلاثة بس إحنا عملنا بزيشن جديد كده أنا اختراعته الصراحة بس كده تبطار ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة يلعب البرتز اللي قلت والحمد لله جت معي الحمد لله نجحت و عايز أقول لك الملعب كان سريع جدا لكل مكتدى نصر الحمد لله الحمد لله اكتهدت وعملت العليك ويتماناك كمان مخزولكش بصراحة يعني بدت من دهف كما يقولوا فعلا إن شاء الله بطلت الجمهورية بتاعتك بإذن الله ترجمة نانسي قنقر